أنا وأنا بأدور كده والزملة معايا لقيت أنه في حاجة اسمها مركز العربي اللقاية من أخطار الزلازل الكوارثة الطبيعية أنا مفش تابع مين وأنه ده شو قلته آه في الجزائر هو وأنه بيتم تنويله فعلا من عدد أو كل دول العربية تقريبا وأنه ده يعني أحد أدواره هو موجهد ده هل حظك عندك فكرة على المركز هذا ما عندش فكرة لا أنا مسمعش عنه بس أعتقد أنه ممكن في مركز بيبقى مش بيتحرك في الأزمة لا وتنبق دراسة يعني في الآخر تنبق وفاعدين لو حصل أي حاجة المفترض أنه هو يطلع نتائج التنبق بتاعته دي لجهة أخرى الجهة الأخرى دي ممكن تبقى الهيئة دي هيئة الهيئة العربية لإدارة الأزمات كوسية يعني هم حتى تكلموا على ليبيا قالوا أن ليبيا نتيجة الظروف اللي هي موجودة فيها دلوقتي ما عندهاش ما كانش عندها الجزء المرتبط بالتنبق بالتقس والتنبق فهو ده أحد الأسباب للأزمة يعني الكارسة اللي عندها تفقمت أو كبرة الأزمة عندها نتيجة أنهما كان عندهم غياب لهذا الموضوع يمكن نتيجة الظروف اللي هما الدولة اللي بيه موجودة فيها حاليا مكنش عندهم الإمكانية أنه هو يعرف من بدري لو عرف من بدري وزي بقوله حركة دي بتفرق ربما كان قدر أنه هو يعني يتلافأ أو يقلل جدا من الخسائر الإنسانية اللي حصلت بقى رضو سؤالي يطراحوا أي مشاهد يقولك ترونتو هتعملوا هيئة وهتدفعوا فلوس وندفعوا الدول وكذا هتغنينا عن مساعدات دول خارج الهيئة؟ يعني الآسيان التجمع بتاع الآسيان في جنون الشرن الآسي أو الكريبي أو غيره وهل هو الأوروبي بيغني؟ خلاص إذا قدر أنا واجه واحدي ولا ساعتها هيبقى الدول الأخرى برضو أنا هحتاج لها؟ إنه خارج التجمع ده خارج الهيئة دي؟ لا إحنا ممكن نحتاج لها لنتيجة أنه ربما التمويل اللي هيبقى موجود أو حجم السندوق اللي موجود في الهيئة ممكن يبقى مش كافي لكن في جمعية الأحوال حتى لو فيه دول تانية عايزة تقدم حاجة أهلا وسهلا وحتى السنديق دي بجزء من الموضوع هي بتقبل التبرعات غير الاشتراكات بتاعت الدول هي بتقبل التبرعات وغير ده وغير ده لو فيه دولة تانية عايزة تخش تساعد بحاجة تانية هتساعد بس لما يبقى فيه هيئة هي هتقدر الهيئة دي النهاية تعمل معها التنصيق زي ما بقوله حرك دايما بتقول الأزمات والكوارث دور كبير أو من أدوارهم التنصيق التنصيق إنه هو أنت المساعدات بتاعتك إزاي أنا اللي هقدر أوصلها لك للمكان ده أنا بساعد في المنطقة دي أنت تساعد في المنطقة دي أنا النوع المساعدة بالصورة الفرنية أنت النوع المساعدة بالصورة الفرنية أنت متقدم وعنده خبرات وعنده فلوس وهو كل حاجة ما خلاش ما قدرش يواجه واحده مثال اليونان مصر بعتت اليونان فمعنى كده إن الهيئة يعني حتى يعني لو وصلت لمستوى السندوق الأوروبي مش هتقدر تواجه واحدة لازم تحتاج آخرين أكيد لكن هي بتقوم بالتنصيق التنصيق التنصيق فهتخلي المساعدات اللي تيجي من بره الهيئة توصل في المكان الصحيح أسرع ما تبقى المساعدات بتتبعت ومش عارفين تروح فين ولا تيجي منين نتيجة إن فيه مساعدات من المنطقة الثانية فهي دورها التنصيقي ده مهم جدا هو ده اللي بنسميه إدارة الأزمة أو إدارة الكارسة جزء من إدارة الكارسة أو إدارة الأزمة هو توجيه الموارد في الاتجاه الصحيح في الوقت المناسب هروح لبعد الأزمة وده أمر المستوى الوطني والإقليم إن العالم العربي عانى منه حيبتدي يعاني أكتر اللي هو في الزلازل تحديدا أو في العاصف والعاصير وإحنا لاحظنا إن فيه أشياء معمولة على الأرض قدت لمزيد من الخسائر يعني أكواد البنى مثلا وطريقة البنى في المغرب الشقيق قدت لمزيد من الخسائر على سفوح الجبال ومواد معينة وما فيش كود مواجه يعني يواجه الزلازل في ليبيا الشقيقة إحنا شفنا يعني أو شايفين في الدول العام العربي موضوع السدود وموضوع الميول الطبيعية في الأرض والتكرار هل الهيئة دي حيبقى من ضمن اختصصاتها إنها تفرض إلزاميا ده اقتراحنا على الدول الأعضاء إنها تراعي ما قبل الأزمة عشان تتلافى الأزمة أو ما بعدها عشان تبني وتعمل حاجة أفضل هو دايما بعد الأزمة في حاجة اسمها الدروس المستفادة دروس المستفادة دي جزء منها بيبقى دروس مستفادة لتعديل السيناريو اللي أنا كنت عامله ربما السيناريو اللي أنا عامله ترقى في وقت الأزمة الحقيقية أمر ما فأنا محتاج أن أعدله بحسن السيناريو لما لقدر الله يحصل تاني يبقى أنا أتلافأ أو بعندي درس مستفادة من اللي حصل لكن أجزاء من الدروس المستفادة مش في تعديل السيناريو بس لكن جزء من الدروس المستفادة أنا بتوجه للدولة نفسها أقول لها إن أحد أسباب الأزمة إن أنت بنيت مثلا فوق جبل أو بنيت في مخار سيل أو شيء من هذا القبيل فلازم هذا الأمر الدول تبتدي تبص عليه ربما تدخله فيه اشتراطات البنى اللي عندها في هذه الدول الكود ربما يتغير في مناطق معينة عن مناطق أخرى لأنه برضو جزء من الأزمات إنه بيعمل دراسات فيقدر من هذه الدراسات يعرف تكرارية أو مدى احتمالية حدوث هذا في منطقة أخرى فممكن يقوله أنت تقدر تبني هنا بالكود ده لكن في المنطقة التانية دي لأنها منطقة زلازل أو تكرار للزلازل اللي يجب الكود يبقى مختلف لكن والتنسيق في الموضوع ده أحداك شايف أنه واحد يبقى من أدوار الهيئة أنها يعني لتقليل الخسائر والدروس المستفادة طيب يعني السؤال أو الأسئلة الأخيرة كلها في الإطار التنظيمي الهيئة دي فرايك تعمل في إطار جامل الدول العربية ولا تتعمل في إطار اتفائيات صناعية ومتعددة الأطراف بين كل دولة ترغب ولا يعني الشكل الأفضل إيه؟ الوصول الأفضل لدلتاك حركة الموضوع لاتفائيات الصناعية والبروتوكولات وده في منه كتير لكن ما بنحسش أنه هو فعال قوي وقت ما تحصل للأزمة صحيح ربما بعض أطراف هذه البروتوكولات بيغادر المكان وبيجي شخص تاني فما بقاش عارف إن فيه بروتوكول فضروري وجود الهيئة هيئة النظامية وتكون تتبع يعني في بعض الناس كانوا بيقولوا طب من خليها هيئة مستقلة أو تبقى هيئة تتبع المجتمع المدني لكن هي علشان تشتغل بصورة فعالة لازم تكون تتبع جامعة الدول العربية لأنها في الآخر هذه الهيئة ستخطب الحكومات يعني هتخطب الحكومات فلازم يكون لها القوة والمصدقية والأثر إن هي بتقول للدولة دي أنت لازم تغير أو تحط الريكمنديشن بتاعي أن أنا بغير كود البنى في منطقة الماء أو منطقة دي ما نبنيش فيها أو غيره ونتيجة طبعا إن جامعة الدول العربية عارف حركة عارف دائما وزراء الاتصالات العرب وزراء البيئة العرب ففيه اجتماعات دورية كتير فممكن جزء من الهيئة دي إنها تطرح الموضوعات دي على الدول الأعضاء وده يؤدي إلى إنه يبقى فيه فعالية أكتر فيه المقترحات اللي بتطلع من هذه الهيئة ده خير الختام وخير اقتراح لأنه إحنا الحقيقة يعني إذن أحدك قلت إنه الهيئة دي لمواجهة أشياء جديدة إحنا مش عارفين المستقبل في إيه جزء منه بنقدر يعني نعرفه قبلها بتلات يام وفي جزء منه الشنافر بتلات دقائق صحيح وبالتالي ده دخلنا يعني الدنيا يعني قدامنا مفتوحة بكل احتمالات كن جامعة الدول العربية تجدد شبابها بعد كل هذه السنوات باختراحات مواجهة يعني أشياء غامضة بالنسبة لنا الخطيرة للغاية بتاقي ده اختراح مهم وإحنا بنقال على كلام حضرتك بنتوجه لسيد أحمد أبلغيط يمين عام الجامعة العربية بأنه يتم تبني هذه الفكرة وهي طرحها رئيسي مجلس الشيوخ المصري والأعيان الأردني يعني دول دول الرئيسية وأظن أنه حضرتك شايف أنه ده يعني يستحق الإصراع فيه ولا نستنى براحتنا ده أعشاء ممكن تحصل بكرة أه يعني وارد وارد أه حد كان يعرف أنه يحصل كده في المغرب أو أن ليبيا يحصل فيه أعصار زي ده فكوارث خلاص نازم نبقى مستعدين طول الوقت طب عنيش أنا يعني أنت إصارت في الدنيا سؤال تاني قبل ما أختم يعني هو العالم في موضوع التنبؤ تحديدا يعني ده موضوع هو اللي عام المشكلة كبيرة يعني الزلازل إحنا عملنا يعني حلقة كاملة عن الزلازل هنا وكان متيقع أنه فيش تنبؤ في محاولات من علماء الزلازل وبعضهم بيلجأ حتى للكائنات غير البشرية للتأكد من أنه في حاجة عتحصل يعني إيش عارف القطط والكلاب وحاجات كده وده يبدو يعني لسه فرضيات لكن التنبؤ مش مش موجود وانت أشرت حدك للمركز بحاس اللي تأشرنا إليه هل التنبؤ ده وده هنا مش بس في الهيئة الهيئة هل أولا الهيئة بقى فيها شيء للتنبؤ أكيد ينصق بين الدول العربية ولا يبقى هو حاجة مستقلة بيتنبأ واحده كده لا لا لازم هينصق مع هيئات الأزمات وكوارث في كل دولة لازم يبقى فيه نظام لو كان بقى IT لازم فيه نظام إلكتروني بيربط الدول دي وتبادل للبيانات ما بينهم وما بين بعض وبنعمل نوع من أنواع الماثيماتيك المودلينج نعمل مودلينج للبيانات دي علشان نقدر نعرف مدى احتمالية إن حاجة زي كده تحصل تاني قد إيه لأنه برضو تكرار الحاجة بينور نور أحمر إن المنطقة دي ربما يحصل فيها في المستقبل والاحتمالية فيها أعلى من منطقة تانية وابتحصلش فيها كتير يعني لازم التفكير العلمي والشغل يشتغل بسرعة الميلة لما نكمل التفكير العلمي وإنه معلش يعني أنا تخيلت بلالة عملت وجمع الدورة عملتها وطوفر لها التمويل والفنيين والخبراء تم تدريبهم المواطن اللي عاد قدامنا ده يا طرى الهي ده تعملوا إيه يعني تعملوا حملات توعية تعمل إيه يعني ولا لما عشر الله لما تحصل بس حال نروح له لا لا ما هو جزء من الموضوع بقول لحضرتك نشر الوعي آه نريد عايزة عفهمها ده ده السندوق الأوروبي بيعملوا آه نشر الوعي 20% بتقول لك بالزبط كده نشر الوعي مش للفرق اللي بتشتغل في الأزمات وكوارث بس نشر الوعي لغاية المواطن العادي لغاية الطفل اللي في المدرسة ياخد حصة عن الأزمات وكوارث ينزل يقولوله تعالوا نعمل آه أزمة إن المدرسة اللي عندك دي قريبة من غابة وحصل فيها حريق هنتحرك إزاي هنمشي إزاي فلأ هي جزء منها هي حيحس بيه المواطن أكيد يعني أنا بنزل في الوعي يمكن بفتك الدوات ربنا ما يقيدها ذكرى يعني آه اللي حضرتك في الزلزال 92% إن إحنا كلنا تعاليني حاجات بسنسناها بالظبط يعني يقولك آه أنزل تحت المكتب بالظبط وقعد تحت آآ فتحة الباب عشان آآ التقع عليه الإطار الخشب يحميك بالظبط آآ الوعي ده أنا يعني اشتغلت أو وقعدت فترة في توكيو فلقيت اللي حضرتك بتقول عليه ده يعني مستقر تماما طبعا تكرار الزلازم يخلينا نتتصرف أوتوماتيك بالطريقة دي وعصابهم هادية وعصابهم هادية جدا بدون فزع وهلع طب لو أنا بعمل التوعية دي طبعا عبر وسائل الإعلام وعبر المدارس وهو إلخ طبعا نعملها إزاي نعملها على كل الكوارث ولا هنأي كارثة معينة راعي الناس بيها ولا هاخدها في كل دولة تعملها حسب احتمالات الكارثة اللي فيها بالظبط كده كل دولة على حسب احتمالات الكارثة اللي فيها وكل دولة برضو فيها نطاق جغرافي كبير فعلى حسب النطاق الجغرافي نبتدي نوعي الناس اللي في المنطقة دي بإزاي يتعاملوا مع الكوارث اللي احتمالياتها تحصل أكتر في هذا الموضوع فكرة خريطة الأزمات والكوارث خريطة خريطة تترسم بألوان فيبقى عارفين المنطقة دي مية المنطقة دي زلزان دي سيول دي زلزان دي حواصف دي حراء غباد يعني الحاجات دي فبناء عليها هو دي جزء من الخطط اللي هما بيعملوها الخطط التوعية إنها تتعامل بالصورة دي وربما أيضا دي الأوروبيين تقصد آآ آآ بيعملوا كده بيشتغلوا كده بيشتغلوا كده وأنا نتمنى لو الهيئة تتعامل تشتغل بنفس الصورة ديت بحيث إن أنا في الآخر حتى مش عايز أقول إن أنا محتاج أدخل فكر الأزمات وكوارث في المدارس بحيث إن هو مادة كنت عايز سأله بس رجعت في كلامي آآ فندم كنت عايز سأله بس رجعت في كلامي ليه بيت انت رأيت كده آآ موضوع مهم فكر الأزمات موضوع مهم طب إيه يعني حضرتك يدرسلهم إيه هيدرسلهم يعني إيه أزمة ويعني إيه كرسة وأنواعها إيه والأنواع القريبة منهم إيه وإزاي يتحرك قبل ما تحصل وإزاي يتحرك وقت الأزمة وإزاي ينقذ حد يعني لأ قصة دي كلها لأن حالة وقت الأزمة وحركة إحنا كبارة هو بس إحنا لو مش متضربين وحصلت أزمة وإحنا عاديين في الستوديو ده هجلنا حالة زور هلع هلع بدل الباب من هنا أنا ممكن أجري من هنا يعني فالهدوء ده ييجي من حكتين يأما من تكرار الأزمات زي اليابان وجزء منه كبير ييجي بالدراسة المستقرة كده هتخلي الواحد أهدى ويعرف يتحرك أكتر وقت ما تحصل أزمة قدر الله طيب إحنا ما كناش عايزين نستضيفك أصلا طيب لكن الأزمة ونتمنى ما نتكلمش لتعديك التخصصات تالي مهمة طيب واتكلمنا فيها بس النهات الحياة استفدنا من خبرتك في هذا الموضوع يعني الكارسة اللي كان لازم نتكلم فيه والحياة يعني أفكار مهمة جدا حضاك ارتهنا دكتور زياد وأتمنى أنه اللي بيفكروا في هذه الهيئة اللي بنشكر عليها طبعا السيد رئيس مجلس شيوخ المصري والسيد رئيس مجلس الأعيان الأردين فكرة كويسة أتمنى أنه هم الأفكار الجميلة المحترمة اللي حضاك قلتها نستفيد بها وخبرات العالم قدامنا فأنا بشخ حضاك شكرا جزيلا يعني في نهاية الحلقة دي على كل الخبرة والعلم الدكتور زياد عبدالتواب مقارن لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالثقافية المجلس الأعيان الثقافة والرئيس السابق الملكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجد بلقاسة مجلس الوزراء المصري شكرا لحكم شكرا لفاق مشاهدين الكرام احنا عاليش وضوء تقيل بس احنا يعني بنستجيب لحاجات مهمة في تحسياريت نمشي للعلم العلم هو الأساس العلم هو الحل فيش حاجة تانية نخرج فاصل ونرجع لفقرتنا الأخيرة مع حضرتنا